تمر الذكرى الخامسة والخمسون لجريمة حرق المسجد الأقصى التي حدثت في الحادي والعشرين من أغسطس عام 1969 حين أقدم متطرف صهيوني من أصل أسترالي يدعى مايكل دينيس روهان على إشعال النيران بالمصلى القبلي بالمسجد الأقصى وقتها شب الحريق في الجناح الشرقي للجامع القبلي الموجود في الجهة الجنوبية للمسجد الأقصى والتهمت النيران كامل محتويات الجناح بما في ذلك منبر صلاح الدين التاريخية كما هدد الحريق قبة الجامع الأثرية ليس هذا فحسب بل أتى الحريق على آثار إسلامية وكنوز لا تقدر بثمن فدمر أكثر من ربع المسجد وما فيه من تحف أثرية ونقوش نادرة على أسقفه الخشبية ولتزال الاعتداءات على المسجد الأقصى تتصاعد وسط اقتحامات متواصلة من قبل صهينة المتطرفين كان آخرها في الثالث عشر من أغسطس الجاري حين اقتحم الآلاف من الصهينة المتطرفين المسجد الأقصى ورقصوا وغنوا في باحات المسجد استفزازا لمشاعر المسلمين تزامنا مع هذه الذكرى المؤلمة دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس الشعوب في أقطار الأرض إلى النفير العام والاحتشاد في كل الساحات والمدن والعواصم حماس أكدت أن الشعب الفلسطيني سيبقى مع مقاومته الباسلة في قطاع غزة والضرفة والقدس والداخل المحتلة وفي مخيمات اللجوء والشتات متمسكا بأرضه وحقوقه وثوابته كما حث على مواصلة شد الرحال والرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى في جمعة الأقصى والتصدي لكل محاولات المتطرفين الصهينة لاقتحامه وتدنيسه وإفشال مخططاتهم الخبيثة الساعية لتقسيمه لقد مر خمسة وخمسون عاما من جريمة إحراق الأقصى وما يزال الصهينة المتطرفون يتربصون به ويمارسون اعتداءات وجرائم لا تتوقف في المسجد الأقصى وأراضي الضفة الغربية في الوقت الذي يتصاعد فيه دخان الحرب والتدمير والحرق من قطاع غزة الذي يتعرض لحرب تدمير واسعة منذ السابع من أكتوبر 2023 وما يزال الشعب الفلسطيني صامد يقاوم بكل بسالة وشجاعة وفداء